العمليات البرية الإسرائيلية محددة الأهداف بدأت بالفعل في جنوب لبنان وفق القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل بمساندة جوية ومدفعية الجيش الإسرائيلي كان طلب من السكان تحديدا سكان شمال الليطاني عدم الحركة أو تحريك أي مركبة في منطقة جنوب الليطاني التي تقول إسرائيل أن هدفها هو دفع عناصر حزب الله للانسحاب منها ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات على مسافة قصيرة من الحدود داخل لبنان متجاوزا بذلك خط إطلاق النار من دون أي دخول بري وفق قوات اليونيفل في لبنان وكما استمعنا في المؤتمر الصحفي لدانيال هاقاري قام الجيش الإسرائيلي بتدمير 700 هدف تابع لحزب الله في هذا المنطقة تحدث عن مستودعات أسلحة موجودة هنا وأيضا أهداف أخرى تابعة لحزب الله في هذا المنطقة في لبنان ينشر حزب الله ثلاث وحدات عسكرية نتحدث عن قوات نصر وعزيز في خط الدفاع الأول وقوات بدر في خط الدفاع الثاني وأيضا قوات احتياط في منطقة البقاعة اللبنانية ما تكون به إسرائيل حاليا هو تنفيذ عمليات اختراق بقوة محدودة ولزمن محدود يسمى هذا عسكريا بالاستطلاع بالقوة وذلك تمهيدا للعمليات العسكرية الرئيسية القادمة تحدثت تقارير عن تحركات للقوات الإسرائيلية تحديدا من منطقة إصبع الجليل هنا باتجاه بلدات الخيام كفركلة وأيضا لعديسة على الحدود مع إسرائيل تسمى هذه المنطقة هنا تحديدا بعنق الذجاجة لأن المسافة بين الحدود ونهر الليطاني تتقلص بشكل كبير من المفترض أن يكون حزب الله قد عزز صفوفه الدفاعية في هذا المنطقة من جهتها دعمت إسرائيل عملياتها العسكرية بالفرقة القتالية 98 التي تملك خبرات قتالية في معظم حروب إسرائيل أصبحت هذه الفرقة التي تضم ظليين وكوماندوس تتموضع على الحدود الشمالية مع لبنان كان الجيش الإسرائيلي قد مهد لهذه العملية البرية المحدودة بإقامة منطقة عسكرية مغلقة تحديدا في مسقاف عام في كفارج العاد وأيضا في ألمطلة الشمال الإسرائيل وفر أيضا دعما جويا وبحريا لهذه العملية البرية بحريا من خلال السفينة الصاروخية ساعر 6 التي تؤمن الدعم الناري والاستخبارات والمعلومات أيضا من جهته أطلق حزب الله صواريخ باتجاه تل أبيب وأيضا رشقات صاروخية باتجاه شمال إسرائيل طالت صفد وحيفا بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى وصلت إلى تل أبيب استهدف حزب الله أيضا قوات إسرائيلية عبر الحدود في المطلة وأفي فيم بنيران المدفعية إذن نتحدث هنا عن بنت جبيل وعيت الشعب وهنا هذا المثلث الحدودي الخطر عند منطقة عيت الشعب تحديدا هذه المنطقة عيت الشعب وبنت جبيل وأيضا عيت رون تعرف بالمثلث الحدودي الخطر وكان هذا المثلث هنا من النقاط الأكثر سخونة خلال عام 2006 لسيما في معركة الدبابات في وادي الحجير في تلك الفترة إذن حزب الله يقول أن الهجوم البري الإسرائيلي على جنوب لبنان ليس تهديدا وإنما فرصة تاريخية فهل سينجع حزب الله في هذا التحدي؟ إذن سنتعرف معكم أكثر إلى قوات الفرقة الثامنة والتسعين من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي تسند إليها أو تسند إليها المهام المعقدة التقرير التالي يصلت الضوء على عدد أفرادها وأيضا تاريخ نشأتها دعونا نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نستعرض أكثر تفاصيل العملية البرية الإسرائيلية المحدودة في لبنان مع ضيفنا في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور صالح المعيطة أهلا بك دكتور صالح معنا على سكاينيوز عربية حزب الله يقول أنه ينتظر هذه العملية البرية ووصفها بالفرصة الذهبية هل فعلا لحزب الله اليوم اليد العليا في العمل البري؟ أولا لا أعتقد إذا رجعنا لخطاب نائب أمين العام حزب الله خطابه كان موجه إلى البعد الحواظ الاجتماعي رفع المعنويات وقال خططنا كما وضعها الأمين العام مواقعنا وتراستنا وقدراتنا كما هي لا أعتقد بعد جهد جوي قوي وعنيف قامت فيه إسرائيل منذ أسابيع بعد عملية البيجر والاتصالات وتفريغ القيادات في الظاحية الجنوبية أعتقد هو نوع من الإسرار أو مكابرة أعتقد أنه الآن الوضع الميذاني ألقصه أنه إسرائيل قررت كيف ومتى وأين أمام إسرائيل عدة الخيارات أولا إذا خدت خلينا نتحدث عنه على الخريطة هذه الخيارات يعني كان في حديث أيضا أنه بعيدة الشعب كان في تدمير لأهداف على محاور مختلفة على محور كفركلة لعديسة يعني ما هي المحاور اليوم التي تتوقع أن تكون الأكثر سخونة أو تتقدم من خلالها القوات الإسرائيلية للقيام بعمليات محدودة كل شكر على هذا السؤال المحاور أو المقتربات لأن المقتربات تأتي ضمن المحور كرادور كبير الحدود اللبنانية الإسرائيلية ليست حدود واسعة هي بحدود 94 كيلومتر المحاور أو المقتربات التي يمكن تتقدم عليها القوات الإسرائيل المحور الشرقي يقول له هو أصبع الجليل وهو المحور الأخطر يعني هنا في هذه المنطقة نعم وهو إلى الشرق منه اللي هي هضبة الجولان وهذا يهدد القوات المتقدمة المقترب الأوسط يأتي من صفد باتجاه يعني يخترق الخطوة في طلاق النار والمقترب الغربي يأتي محاذي للساحل أعتقد لغاية الآن لم نستطيع التعرف أين الجهد الرئيسي على المحاور الثلاثية قد يكون على الأوسط وقد يكون على الشرقي وقد يكون الغربي مساند أو تضليلي أو خداع لتشتيت جهد حزب الله لغاية الآن إسرائيل لم تقرر كما سمعنا في التقارير هي عملية استطلاع في القوة كما أشرت هي قد تكون عملية اختراق محدود قد تكون لموقع معين لرصد مواقع لكن الجهد الجوي لازال يعني تكلم عن العمليات الجوية دائما مع تقدم العمليات الجوية يكون تجهيز القوات البرية لتتقدم لكن في هذا العملي الجهد الجوي في تصاعد دليل لن تغامر إسرائيل أن تتقدم قواتها البرية بغض النظر عن حجمها على المختروات الثلاثة إلا إذا ضمنت أن كل القرى تم إخلاءها وتقدمت دون أن تتعرض لخسائر وهذا يحتاج إلى وقت وجهد كبير من سلاح الجو المدفعية طائرات الاستطلاع طائرات المسيرة الاشتخبارات تأكيدا على كلامك يعني كانت قد تحد قد قالت إسرائيل أنه هذه العملية محددة من حيث الأهداف محدودة أيضا من حيث الزمان والمكان هل هي يعني هذه المرحلة هي مؤقتة هي المرحلة الأولى ربما من عملية أوسع في لبنان ولكننا حتى الآن نتحدث فقط عن أنها محدودة وتأكيد على كلامك يعني ضرب الأهداف في المنطقة الجنوبية بشكل محدد ومن دون أي توغل بري كما أكدت قوات اليونفل لن تكون في عجلة من أمرها بالتوغل البري عندما نتحدث يتم تحديد الهدف السياسي تحديده يتم تحديده من قبل القيادة السياسية وهو إعادة المستوطنين إلى شمال إلى شمال إسرائيل لكن تحقيق الهدف هذا هو التحدي كيف يتم تحقيقه قد تتغير المعطيات التخطيط لن يكون لثلاث مراحل في نفس الوقت المرحل الأولى عمل بوفر زون على ضو نجاح المرحل الأولى واستطاعت القوات البرية أن تخترق لا أقول تتوغل إذا قلت تتوغل قد يكون على جبهة واسعة وإسرائيل دائما تعتمد نظرية ليدل هارت تقرب غير مباشر وتعزز النجاح ولا تعزز الفشل إسرائيل لن تغامر إلا على على مقترب أصبع الجليل وهو الأقرب إلى نهر نيطاني الآن تعمل على هذه المنطقة المحدودة نعم هذه العمليات لغاية الآن أنا بسمي استطلاع بالقوة جسد نبض جمع معلومات قصف أهداف قصف مراكز حتى عندما تتقدم القوات على أي مقترب إلى حد ما تقليل الخسائر والبعد الضاغط على إسرائيل أنه دائما القوات تحديها هو المدنيين في منطقة المعركة أعتقد لا تعاني من كثافة سكانية كما كانت تعاني بقطاع غزة طيب إذا ما أردنا أن نقارن مع عام 2006 هناك اختلافات كثيرة لسيما الخرق الاستخباراتي الكبير الذي عانى منه حزب الله وأيضا ضرب مراكز الثقل الاستراتيجي في الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا ضرب أهداف استخبارية وقيادات كيف يؤثر ذلك على الفعالية الميدانية العسكرية لعناصر حزب الله على الأرض إسرائيل تحاول أن تستثمر بالفرصة الذهبية والنجاح السياسي والاستخباري والعسكري والمعلوماتي التي تحقق من عمليات البيجر والاتصالات وتفريغ القيادات من الأسئلة تحاول أن تستثمر وهي عمل بفرزون لكن هل تستطيع يعتمد على متغيرات المنطقة هل إذا تقدمت القوات وحست بعض دول الإقليم دول المحور الممانعة أن حزب الله في طريقه إلى الاستسلام قد يتم خلط الأوراق لأن بعض الدول تنتظر ماذا يحصل لا أتوقع إسرائيل تغامر كثيرا بزج مزيد من القوات لأنه ما يتمنى حزب الله هو التحام وعندما نتكلم عن التحام ليس في صالح إسرائيل لأنه يحيد المدفعية يحيد سلاح الجو يحيد الدعم البحري القصر المدفعي بينما حزب الله يريد الالتحام حتى يخفف السيطرة والسيادة الجوية على منطقة المعركة طيب بدأ أسألك عن الترسانة الصاروخية لحزب الله أسئلة كثيرة تطرح اليوم كيف ممكن لهذا الترسانة أن تدعم عناصر حزب الله على الأرض وأن تؤثر في مسار المعارك ترسانة حزب الله تجمع بين البعد التقليدي وقصير المدى متوسط المدى وبعيد المدى لكن 90% من هذه الصواريخ هي غير دقيقة غير موجهة تستخدم الكوربيت والكاتيوشا اللي هن لتهديد كريات شمونة والضغط على السكان المدنيين أعتقد تآكلت القدرات الصاروخية التعبوية أو العمليات الاستراتيجية الصواريخ الاستراتيجية الدقيقة والموجهة لا تشكل إلا 10% وإسرائيل وحزب الله سيعمل على الاقتصاد بالجهد لأن إسرائيل الآن تحولت من المستنزفة إلى المستنزفة هي التي تستنزف قدرات حزب الله بالبعد الجوي والبعرق بينما حزب الله يحاول أن يحتوي ويقتصد بالجهد العسكري إسرائيل لا تعاني من شح القدرات العسكرية استنزف ربما ليس فقط للقدرات العسكرية للمعنويات أيضا وكما هو معروف بأرض المعركة معنويات الجنود تؤثر على مسار الأحداث وعلى العمليات التي تجري على الأرض إلى أي مدى أيضا هذا قد يكون عامل اليوم مؤثر إسرائيل تركز على هذا البعد سؤالك جاي تركز على هذا البعد لأن العملية البرية لها بعدين مادي وغير مادي مباشر وغير مباشر وكما قال ليديل هار تقرق غير مباشر التركيز على البعد المعنوي والعمليات إسرائيل تعمل بخطين متوازيين أنه إضعاف الحواظن وتفريغ القيادات والضغط على السكان والضغط حتى على الدولة اللبنانية من أجل الضغط على حزب الله إسرائيل تبحث عن تمتلك أقراق ضغط سياسي وعسكري حتى يعودوا إلى قرار 1701 البعد المعنوي لدى حزب الله أضعب بكثير من البعد المعنوي لدى إسرائيل بسبب الانتصارات الأخيرة وعادت قوة نيتنياهو إلى أنه المنتصر العظيم بالمنطقة كل الشكر لك المحلل العسكري والخبير العسكري والستراتيجي الدكتور صالح لمعيدة شكرا جزيلا لك